على كل حال خلينا نكمل وروح لحضراتكم لأن أكيد هنتكلم بالتفصيل في الفقرة الحوارية عن ده لكن خليني أروح مع حضراتكم دلوقتي لأنه برضو فيه ملف مهم جدا واتحاد الكرة هنا مفروض أنه هو أرسل خطاب رسمي للاتحاد الأفريقي طبعا عشان نعرف الموقف النهائي من مبارات هنا أو مبارتين منتخب مصر أمام ملاوي في التصفيات طبعا المؤهلة لأمم أفريقيا اللي مفروض أنه هي كانت تقام في 20-23 قدفوار لكن الكاف كان سبق زي ما حضراتكم برضو تبعته وأعلن تأجيل إقامة البطولة لمفروض يناير 20-24 بدل اللي هو العام المقبل فعايزين نعرف عايزين يعني بينتظر اتحاد الكرة هنا رد الكاف على استفساره بخصوص هنا مواجهتين ملاوي طبعا وزي ما بقول تاني إنها كمان مقارنة لها شهر سبتمبر الجاي فالجدول حيبقى ماشي إزاي عشان بس الناس تبقى عارف ده طبعا ضمن الجولتين التالتة والربعة من مشوار تصفيات أمم أفريقي طيب كمان مفروض أنه بيبحث اتحاد الكرة الاتفاق على خود هنا مبارتين وديتين طبعا بمعسكر شهر سبتمبر المقبل ده في حال إعلان الاتحاد الأفريقي تأجيل مواجهات يعني الجولتين التالتة والربعة من التصفيات المؤهلة بالمناسبة برضو عايز أقول لحضراتكم منتخب مصر خد في مشوار تصفيات أمم أفريقي عشان نفتكر كده تحت قيادة وقتها أو قيادة إيهاب جلال طبعا قبل ما يتم إقالته كان مباريتين الأولى كانت أمام غينيا وفاز طبعا فيها أو فاز الفراعنة فيها بواحد سفر والتانية اللي شهدت خسارة للأسف الشديد كانت خسارة كارثية أمام إثيوبيا بنتيجة 2 سفر يعني طيب منتخب مصر بيتواجد حاليا ضمن منافسات المجموعة الرابعة بجانب طبعا المنتخبات ملاوي وغينيا وإثيوبيا وللأسف بيتدين المنتخب مصر ترتيب المجموعة برصيد هنا ثلاث نقاط وبفارق الأهداف طبعا بتتصدر إثيوبيا وبعد كده منتخب ملاوي بعد كده غينيا بتلاث نقاط لكل منتخب فيه ده كده برضو سريعا بلغة الأرقام حتى هذه اللحظة الوضع واقف فيه